نحن الآن في أحد متارس الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية لمدينة تعز تحديدا في منطقة الربيعي تشهد هذه الجبهة معارك متواصلة بين الجيش والميليشية منذ أيام بعد هجوم واسع شنه الجيش الوطني على مواقع تسيطر عليها ميليشية الحوثي والمخلوع في هذه المنطقة استطاع الجيش الوطني خلال هذه المعارك السيطرة على عدد من المواقع بينما المواقع الأخرى التي ما تزال تحت سيطرة الميليشية تشهد معارك متواصلة يعمل الجيش الوطني على تحرير هذه الجبهة بالكامل تشاهدون الآن هذه التبى السوداء التي استطعت قوات الجيش الوطني السيطرة عليها خلال الأيام الماضية لكنها مليئة بالألغام التي زرعتها الميليشية قبل فرارها منها خلف التبى السوداء تشاهدون قبل المبهى وتسيطر عليه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالكامل خلف هذه السلسلة القبلية الصغيرة التي تشاهدونها الآن تقع قرية تبيشعة التي استطاع الجيش الوطني أيضا تحريرها في معارك الأيام الماضية ثم بعد ذلك تشاهدون قبل المنعم الاستراتيجي الذي تسيطر قوات الجيش الوطني على أجزاء منه بينما تسيطر الميليشية على الأجزاء الأخرى وتدور المعارك في هذا القبل حيث يسعى الجيش الوطني للسيطرة الكاملة على هذا القبل لما يوثله من أهمية استراتيجية تتمثل في أنه يطل على مناطق تقع فيها الطريق الرابط بين مدينة تعز ومدينة الحديدة وتمثل شريان رئيسي لإمداد عناصر ميليشية الحوذي والمخلوع صالح من محافظة الحديدة والمناطق الغربية لمدينة تعز تستمر المعارك في هذه القبهة حيث يسعى الجيش الوطني للتقدم والسيطرة على القبهة هذه بشكل كامل بغية قطع طريقة تعز الحديدة كي يقطع شريان رئيسي يمد الميليشيات بالإمدادات التي تأتي من محافظة الحديدة فواز الحمدي قناة بلقيس من القبهة الغربية تعز